من القاهرة والناس الآن موجز الأنبال هنا القاهرة سيداتي أنساتي سادتي خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى وإليكم العناوين إحباط تقريب 51 هاتف آيفون عبر الملابس الداخلية للراكب في المطار رئيس الوزراء يتابع موازيرة التضامن الاستعداد لدعم الأسر الأكثر احتياجا رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي للتعاون المشترك لتكفيف مصادر تمويل الإرهاب تفاصيل الأخبار بعد الفصل إليكم تفاصيل الأخبار تمكن السلطات مطار القاهرة الدولي في أحباط محاولة تهريب 51 هاتف آيفون بقيمة 700 ألف جنيه وبتفتيش الحقائب لن يحصر بداخلها على شيء فتم تفتيشه ذاتيا وعثر بين ضياط ملابسي على الكمية المضبوطة من الهوادف المحمولة في ملابسي الداخلية جازة؟ جازة؟ يبتوغي الجمارك، قلولي في السكة إشمعنا؟ الملابس الداخلية بقاستك ولا بدكة بندعي للراجل يعدي من الشدة إشمعنا؟ حاطة تلفونات أصلو خايف على حدة ملابس داخلية وفيها تلفونات يا بيت إشمعنا؟ طب لو التلفون رن مين هيقب علي؟ فتشو الراجل في كل حدة إشمعنا؟ لا هو 51 حدة التخل مواندي الشريف اسماعيل رئيس المجلس الوزراء جاد والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة استعدادات الوزارة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الوزارات أو منظمات المجتمع المدني جازة يلا جازة يا رئيس الوزراء اسمع شك والدجاج إش ماله حتلي ديك ده أنا أكثر احتياج مش عايزة غير الديوكي عانية إش ماله قال لي روحي للجهات المعانية وزيرة التضامن ست ولا ألف ست إش ماله شكت لها من ديكي قالتلي سكنت يا بيت الوزارة جبت لي ديك لا يتشاف ولا يتحس إش ماله تلعي يا أختي بيكعكي بس قال المعندي الشريف اسماعيل أن مصر تعمل على تطوير الخطاب الديني لمواجهة التطرف الذي يبثه الجماعات الإرهابية فضلاً على الحرصة على إنشاء منظومة تعليمية وثقافة تركز على إخراج إنسان ينبض الهنف والحرصة على البلاء وليس الهدمة جاهزاً جاهزاً يا رئيس الوزراء أنا بس بفكرك إيش معنى؟ يا منافسي نعمل تعاون مشترك جاهزاً هيجففوا تمويل في كل حالة إيش معنى؟ هيحطوا دورتين في الغسالة ديكي قال لي نتعاون وساب نلبية إيش معنى؟ طب أنا هتعاون لوحدي ولا إيش؟ أنا مع ديوكي بنعمل اكتفاق يا حكومة إيش معنى؟ في العشة بنعمل عملية بناء المنظومة في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها إحباط تقريب 51 هاتف آيفون عبر الملابس الداخلية للراكب في المطار رئيس الوزراء يتابع موازيرة التضامن الاستعداد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي للتعاون المشترك لتكفيف مصادر تمويل الإرهام يحفظكم الله في رعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة